مرحبا بكم ضمن الفعاليات التي تقام في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هناك ملتقى القاهرة السينمائي حيث يتم تطوير وطبخ إذا صح التعبير الأفلام معي أمجد رشيد مخرج سينمائي وتم تطوير مشروعه إن شاء الله ولد ومعي طلال عفيفي أهلا وسهلا فيك المنتج السوداني أيضا لفيلم باترفلاي هاك نحن دائما نسمع أن هناك الأفلام يتم تطوير الأفلام في المهرجانات لكن حقيقة العالم ما بتعرف شو يعني تقدم فيلم شو يعني يتم تطوير المشروع كيف تصنع الأفلام في هذا المطبخ الذي يقام منذ بداية المهرجان وحتى نهايته والحقيقة أمر صناعة الأفلام بيخضع لمراحل زي أي صناعة في العالم يعني ففيه المراحل بتاع تجميع المواد وفيه التمويل وفيه الصناعة والإنتاج نفسهم وفيه التوزيع زي أي سلعة يعني برودكت في العالم وكذلك الأفلام سواء كانت وسائقية أو روائية هي بتتعرض أو بتكون اكسبوز لكل المراحل دي في الفاكتوري أو في المصنع يعني فيه أفلام بتمر بمرحلة تطوير فيه أفلام بتمر بمرحلة الإنتاج وفيه أفلام بتمر بمرحلة التوزيع في كل مرحلة من المراحل دي الفيلميكر أو البروديوسر بيكون بيحتاج لنوع من التشبيك أو الالتقاء بفاعلين في مناطق أخرى من صناعة الفيلم عشان يقدر يعبر بالفيلم من المنطقة الحالية للمنطقة المستقبلية وفيه ظني دل بيحصل دلوقتي في ملتقى القاهرة ومعظم الملتقيات يعني بتحصل مع مهرجانات الأفلام الدولية هي بيلتقي مجموعة من صناعة الأفلام مع المنتجين مع الموزعين وبيتبادلوا الأفكار حول المواضيع المحددة لكل فيلم وبعد كده بيحصل نوع من الانتخاب لكل موزع ومنتج بيحب يشتغل مع أي مخرج وبتحصل التحالفات دي اللي هي بتأدي في النهاية لخروج الفيلم للنور أمجد أنت فيلمك أخذ العديد من الجوائز يمكن فيلمك هو اختصار لفكرة الإنتاجات المشتركة حكي لنا كمان عن رحلة هذا الفيلم يعني إذا أنا بدي أعمل فيلم مثل ما أنت كان هو فكرة براسك كيف انتهى هنا؟ في الواقع أول إشي بيبلش بفكرة زي ما حضرتك قلتي سو الفكرة بدي تكون فيها نوعا ما بداية ووسط ونهاية وبتبلش عملية الكتابة وتطوير النص برافق عملية الكتابة وتطوير النص بحث بحث عن الموضوع بحث عن الشخصيات وهذا أكثر إشي اللي ممكن ياخد وقت في عملية صناعة الفيلم مرحلة التطوير مرحلة كتير مهمة والحمد لله أنا بلشت مرحلة التطوير من مهرجان القاهرة هون من ثلاث سنين تقريباً أخدت أول جائزة ودعم حقيقي كان لفيلمي إن شاء الله ولد من مهرجان القاهرة بعدين أخدنا وقت لتطوير الفكرة نفسها القصة نفسها الحبكة وحدك بس أمجت بتشتغل على النص ولا بيكون في ناس عم تساعدك في تطوير الفكرة حلق نوع فيلمي هو فيلم اللي بقولوله فيلم الأوتور بمعنى الكاتب هو المخرج ولكن أنا الحمد لله كنت محاط بفريق عمل على رأسهم رولا الناصر منتجتي أنا وياها كتبنا بالإضافة إلى كاتبة فرنسية انضمت معنا في النهايات مرحلة التطوير اسمها الدولفين أقود كنا اجتمعنا لتطوير هذا النص فهو كتابة النص مرحلة مهمة كتير مرحلة سهبة كتير بقدر أوصفها بمرحلة نوعا ما لأنها بتستهلك مشاعر وأحاسيس وطاقة وهي المرحلة اللي بتضمن انها تعمل فيلم منيح حلق احنا الحمد لله صورنا ببداية هاي السنة سو خلصنا مرحلة التصوير وهلق احنا في مرحلت ما بعد الانتاج الحمد لله عم بحظى الفيلم بإكسبوجر كتير منيح عالميا وعربيا كنا بمهرجان فينيس وأخذنا جائزة الفانال كت ومن أكم من يوم كنا بمهرجان مراكش وأخذنا جائزة الأطلس وهلق الحمد لله هون بمهرجان القاهرة برضو أخذنا جائزتين فإحنا في مرحلة ما بعد الانتاج وإن شاء الله الفيلم بيطلع السنة الجاي طب يعني عندي سؤال لما بيحظوا الأفلام بهذا الكم من الجوائز هل هذا بتحسوا أنه بيضمن نجاحه جماهيريا؟ ما يعني هي المعادلة صعبة بين أنه يكون فيلم جماهيري وفيلم مهرجانات طبعا بتمنى أنه يحظى بنجاح جماهيري وخصوصا أن القصة نفسها هي قصة واقعية فيها شخصيات حقيقية ومشاكل يومية إحنا منعيشها سو الرهان بيجي من النص مرة تانية على قديش هو ممكن يكون قريب من الجمهور قدي ممكن بيطرح مشاكل الجمهوري والجمهوري يشوف حاله فيه لما بيحضر الفيلم سو كل هاي الأشياء هو رهان ما في شي مضمون بس الواحد بتأمل خير إن شاء الله هذا رأيك أنت أمجد كمخرج وصانع الفيلم يعني مؤلف ومخرج الفيلم طلال بتحس أنه هذا شي بيضمن عروض جماهيرية يعني طالما أنه لما بيجي الإنتاج المشترك من كذا جهة عربية وغربية هل بتحس أنه هذا بيعطيك أمل أنه معناتها رح ينجح هذا الفيلم زي ما قال أمجد يعني ما في ضمانات لكن بالتأكيد هي في النهاية احنا بنتكلم عن سيركل عن دائرة وكل منطقة في الدائرة دي بيتفيد على الأخرى يعني في ظني أنه فيلم يفوز في مراحل ما قبل الإنتاج ومراحل البردكشن حتى والبوستبردكشن بالجوائز الحاجة دي يمكن تساعد في أنه يحصل نوع من الترويج ونوع من التشويق للجمهور فيكون الجمهور عنده قدر من الترقب لطلوع الفيلم فيساعد الموضوع بتاع الجوائز دي بنسبة محددة في صناعة الجمهور أو في الترويج وسط الجمهور كمان الحاجة اللي احنا ما ممكن ننساها أنه الدعم والمنح والحاجات اللي عنده علاقة بتطوير الأفلام وحتى لغاية البوستبردكشن هي بتساعد أنه في النهاية يكون عندك فيلم جيد والفيلم الجيد هو الزوماني أنه يكون عندك جمهور متحالف معه يعني هل لما كنت عم تعرض فيلمك أمجد هل كنت مضطر تشرح موضوع فيلمك لكل بروديوسر قرر أو لكل حدا قرر أنه هو يحط مصري يعني هل كان لازم تشرح غير الأجانب طالما أنت كنت عم تحكي عن قصة عربية حقيقية وواقعية مية بالمية كان يعني وإحنا بمرر حالة التمويل الفيلم كان فيه ملتقيات سينمائية مختلفة في العالم العربي وفي العالم بشكل عام وكان في هاي الملتقيات أنت بتضطر أنك تقدم الفكرة للمنتجين لتقنحهم أنهم يكونوا جزء من هذا المشروع وهذا عملية كثير صعبة لأنه أجل التنافس كثير عالي بيكون في أفلام كثير قوية بتكون في هاي الملتقيات فإنك أنت تقدر أنك تحصل على تمويل أو تقنع منتج يكون جزء من المشروع هي مهمة مش سهلة بس هي خطوة أساسية لتنفيذ الفيلم طلال طب أنت منتج هو مخرج وبحاجة لجيب فند للفيلم أنت كمنتج ليش كمان بتكون مضطر أنك تجيب هذا الشيء هلا أنه بتكون تكلفة كثير عالية فبالتالي أنت بحاجة لناس كو بروداكشن أنه يفوت معك فيه والله هو المنتج مش في كل الأحوال هو الممول لكن هو الشخص الذي يستطيع أنه يجمع جهات كثيرة أو تصب في الصندوق أو السلة أو الباسكت بتاعت المال اللي عنده علاقة بالفيلم بس هو ما كمان بس المال هو إحنا بنجي ملتقيات زي دي عشان نشوف الأفلام الثانية ماشة في أي سياق ونقدر نعرف الناس واصلة لأي موديولس بتاعت صناعة وكمان نقدر نشوف من على البعد يعني نعمل فوركاستنج المسألة بتاعت التوزيع وإلى آخره فهو موضوع شوية أكبر من أنه بس نجيب الأموال لكن برجع بقول لك أنه البروديوسر أو المنتج هو برضو مهمة أنه يضيف أكتر ما يمكن من مال أو فاينانس للفيلم من جهات أخرى الحاجة دي ما عندها علاقة بس بحوجة الفيلم لكن عندها علاقة بأنه الفيلم كل ما كان متبنى من جهات أكتر كل ما بيكون عنده نوع من النفوذ والقدرة على السبر أغوار جماعات أكبر من المشاهدين والجمهور وكده حلو طيب هلأ في حال لم يفوز هذا الفيلم في هذا الملتقى أو في سوق البحر الأحمر إلى آخره يعني في أي مناسبة أو في أي مهرجان هل نستطيع أن نقدمه مرة تانية هل بترجع بتكمل ولا تصاب بالخزلام تقول خلاص أنا فيلمي ما حد أحبه فأنا رايح على البيت ابكي مع نفس بالعكس لما بحالتي بإن شاء الله ولد يعني ياما إجانا رفض على تمويلات معينة أو إنه يكون اللجنة التحكيم اختارت فيلم آخر بالعكس هذا جزء من الشغل جزء من المهنة هاي الإصرار والإيمان بالفكرة هو اللي بيخليك تكملي لتعملي هذا الفيلم ومشان هذا السبب الموضوع التمويل بياخد وقت نوعا ما لأنه أكيد ما في فكرة بتعجب كل حدن وأكيد ما في فكرة بيوافق عليها الممولين كلهم سو الواحد بده يلاقي بارتنرز وشركاء مآمنين معا بالفكرة وهذا الأهم أنا بدي أتمنى التوفيق للمشروعاتكم أنا ناطرا شوف كتير إن شاء الله ولدتو كمان ناطرا شوف فيلمك طلال باترفلاي هاك لأنه هي مش لأنه بس هي الأفلام الناشحة بس لأنه أنا عندي فكرة عن الحكايات وهي الحكايات التي لازم تطلع للعالم أنا يعني شاكر جدا وشاكر للملتقى ومبسوط فعلا إن أنا بتعامل مع سالي أبو باشا مخرجة الفيلم هي إنسانة زي ما قال أمجد برضو عندها الألمنت بتاع إنها شغوفة بالحاجة اللي بتعمل فيها وعندها محبة شديدة وإيمان شديد بموضوع فيلمها وعشان كده حنا قادرين ننتقل بسلاسة من مرحلة لمرحلة شكرا إليك وعلى استضافتك وإحنا مبسوطين إنه إحنا هنا اليوم بمهرجان قاهرة سنمائي مهرجان كتير مهم وكالعادة مصر حاضنة للفن العربي وإحنا مبسوطين إنه إحنا هنا اليوم شكرا لألكم شكرا للمشاهدة